هل ممكن تقولي بعد إذن حضرتك قرار النهاردة البنك المركزي تأثيره على البنك الأهلي أو البنوك بشكل عام وتأثيره على الإساسمار باعتبار حضرتك واحد من خبراء في هذا المجال طبعا بدون شك التأثير بتاعها كان واضح جداً النهاردة على البورصة احنا شفنا زيادة كبيرة جداً في البورصة لدرجة أن في حوالي 45 ساهم تم وقف التداول عليهم لأنهم زيادة الأسعار اللي حصلت فيهم نتيجة زيادة الطلب من مستثمين أجانب كانت كبيرة جداً فدي نقطة إيجابية طبعاً بنسبة للإستثمار في مصر برضو سنة دي الإستثمار حيبا فيه اهتمام كبير جداً أنها تيجي مصر دلوقتي إن السعر الرسمي ما بقاش فيه تشوهات في السوق والبنك المركزي أفتكر ده اللي هو بيشتغل عليه إن هو يمنع التشوهات في أصفاء في سوق الصرف اللي موجود وفي نفس الوقت التأثير الإيجابي الآخر إن تستعيد البنوك حركة العملات الأجنبية من اختارها مرة تانية بدل ما كانت بره للجهاز المصرفي وده كله حيدعم من الاحتياط ويدعم من موارد الدولار الموجودة لدى البنوك وده بالطبع حيحسن من قيمة الجنيه القريب الآجنب بإذن الله طيب انخفاض الجنيه النهاردة يأثر على قد إيه السلع يأثر قد إيه على يعني الناس اللي هم بنتكلم عليهم الناس اللي هم الغلابة اللي هم الدنيا وكلها بتقف معهم الدولة أو الحكومة صراحة كثقة أسعار يعني كثير جدا من المستوردين والمصنعين كانوا بيسعروا التكلفة بتاعتهم على أسعار متباينة ومنهم الأسعار بتاعت السوق الموازية فبالتالي مفيش اختلاف في التكاليف بتاعت هذه المصنع أما بالنسبة للمنتجات بالنسبة للمواطنين اللي جاي عم في رئيه السلعة التامونية أو أي حاجة طبع الدولة فالدولة بتراعي السعر بتاعها وأعتقد أنه مفيش أي تعديل حيحصل في هذه الأسعار فلن يشعروا بتأثير نتيجة سعر هذه المنتجات اللي هي الأساسيات اللي بتقدم من الدولة ولكن بالنسبة للمصنعين اللي هم قطاع خاص زي بقول لحضرتك هم كانوا مساعرين على السعر اللي أعلى من كده كمان فبالعكس أهنا تماناً اللي هم دلوقتي لو السعر أعلن السعر الجديد اللي هو 8.95 أيوة ومتغفر عن طريق البنوك إن هم يبتدوا خلاص يزبطوا حساباتهم وتكلفهم على أساس هذا السعر المعلن اللي متغفر عن طريق البنوك بإذن الله النهاردة أنا بعمل إيه بالنسبة للمواطنين اللي موجودين برة وإنتوا عندكم شهادات بتنزروها دلوقتي أو أزرتوها عشان كمان اللي هي أعتقد شهادة بلادي مش كده؟ طيب والحقيقة أنا أصدمن شهادات كتيرة جداً خلال إسباعين اللي فات بالضبط يعني فيه شهادة بلادي دي كنا أصدرناها المصريين في الخارج اللي هم يحبوا إن هم يستثمروا في مصر ويحققوا عائد متميز على مدخراتهم على العملات الأجنبية وبعد كده ما نسناش برضو العملاء بتاعنا اللي عندهم مدخرات بالعملات الأجنبية في مصر ورجعنا برضو الأسعار بتاعتها اللي دلوقتي ممكن يتدخل تلات سنين باربعة وربع في المية على الدولار مسلا والنهاردة تواكباً مع المتغيرات اللي حصلت في سعر الصرف من خلال البنك المركزي قلنا ما انتهز هذه الفرصة ونقدم منتج جديد سميناه شهادة الجنيه المصري وده متاح للعملاء اللي بيتنازلوا عن عملة أجنبية بقيمة ما هم يغبون في شراءه يعني واحد ماه عشر تلاف دولار عايز يشتري الشهادة بيتنازل عن عشر تلاف دولار وبالمعادل بتاعها يشتري الشهادة اللي هي اللي بالجنيه المصري دي بتدي عائد خمستاشر في المية سنوي أعلى عائد موجود بالجنيه المصري خمستاشر في المية بالضبط سنوي لمدة تلات سنين سابتة ودورية الفايدة كل تلات تشهر فطبعاً اللي عنده عملة أجنبية ويشوف السعر الرسمي معلن بهذا الشكل عن طريق البنك ويشوف العائد يعني خمستاشر في المية سنوي يعني منكلم في تلات سنين عائد خمسة واربعين في المية مجمعة نعم من قيمة المية الموجود أعلى عائد بالضبط نعم وطبعاً عندنا اللي هو البلاتينية العديل اللي هي باتناشر ونص ده بالنسبة للناس اللي هم عندهم الجنيه وبيتدخلوا بالجنيه ولكن الشهادة الجديدة دي طبعاً نزيتها نشوفنا إقبال النهاردة برغم نحن ملحقناش نعلن عنها ولكن بالنسبة للعمل اللي كانت موجدين في الفروح شوفنا إقبال شديد جداً يعني في خطح حوالي خمسين مليون جنيه من أول يوم يعني في أول ساعتين يعني نشاء الله يعني متوقع أنه الإجراءات طبعاً والحصيلة بتاعتها نتجه عن تنازلات عملاء بالعملات الأجنبية بصالح البنك نعم هشان بيه لو أنا النهاردة بتكلم البنك المركزي وبعض الناس قالك إنه لو إحنا الإنتاج بتاعنا رقم واحد السياحة تبدأ تعود قناة السويس إلى تحولات المصريين في الخارج إنه الإجراءات اللي بعملها البنك المركزي لو إحنا ما اشتغلناش بجده يبقى عندنا مشكلة بعد خمس ست شهور يعني ما أقدرتش كمان أقدر أخفض في طيبة الجنيه أو أعمل تعويم للجنيه هو أي مجتمع لازم يشتغل يعني إحنا برضو وصلنا لمرحلة إنه إحنا الاستيراد الاستهلاكي وصل لمرحلة إن حضرتك بتأثر على شغل المواطنين نفسهم يعني حد يبقى عنده مصنع زغير شغال وروح أنا استورد منتجات جودة أرضى وبسعر قليل جداً يبقى ساعتها أنا بستنزف العملة الأجنبية بتاعتي وبضيع فرص عمل على المواطنين فأفتكر الحكومة شغالة في اتجاهات قوية جداً نتيجة تنظيم عملية الاستيراد تحديد النوع السلع مراجعة الجمارك اللي موجودة مراجعة القوائم بتاعة المصانع اللي بتصنع على الحاجات دي كل دي جراءات الحكومة جدة جداً فيها عن طريق وزارة التجارة أو عن طريق وزارة المالية عن طريق التنسيق مع الجمارك فكل دي حاجات إيجابية حتساعد لإيجاد فرص عمل لدى المواطنين وتحافظ على فرص العمل بتاعتهم ولكن لازم ننتج أي شعب لازم ننتج وأي مجتمع بيعتمد على استثمارات برضو خارجية لأن معدلات الادخارة عندنا في مصر محتاجين عشان نحق النمو في النتج القومي المستهدف محتاجين أن احنا ندعم معدلات الادخار بتاعتنا ندعمها باستثمارات قادمة من الخارج عشان كده بيقت الاستثمار وتشجيع المستثمرين والتعديل اللي حاصل نهاردة في سعر الصرف هيحفظ كتير جدا من سنديق الاستثمار أو من المستثمرين المباشرين أن هم يستثمروا في مصر عشان بيه لو أنا النهاردة بتكلم كمان في بيان البنك المركزي البنك المركزي بيقول أنه الإجراءات دي هو صحح الأوضاع واستعاد السقة في السياسة النقدية وأنه عود التداول النقد الأجنبي يعود إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع عراف حركة النقد وقال أنه يتم استعادة تداول النقد أيضا داخل البنوك أو جهاز المصرفي بدل ما كانت الناس بتروح لشركات الصرافة هل القرار ده هيضرب السوق السوداء؟ بالضبط أنا حددك فرقت ما بين الاتنين فيه فرق بين شركات الصرافة دولهم دور مهم جدا بالنسبة لعمليات الصغيرة حددك مسافر بكرة أو حاجة ومحتاج 500 دولار بتنزل لشركة الصرافة تشتري 500 دولار ولكن السوق السوداء دي حاجة تانية دي بعرفة اسمها سوق السوداء هي سوق غير رسمي وغير قانوني ودي حرب للأسف بتهد الاقتصاد أي سوق السوداء في أي مجتمع بتهد الاقتصاد يعني زي حتى لما يحذيك بي عندك سوق السوداء في السلعة التموينية نعم دي بتهد الاقتصاد فبدون شكل الجراءات اللي أخذها البنك المكان زي ما قلت في التصريح وزي ما قلت أنا في الأول لحضرتك أن هي حتستعيد العملات الأجنبية مرة أخرى ودي النحل الإيجابية بتاعتها إن شاء الله شكرك شكرا جزيلا أستاذ إشام أوكاش بشكر حكو شكرا جزيلا